ناقش وكيل محافظة عدل لشؤون الشهداء والجرحة على وينوبة مع الغائم بالأعمال للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة لأطر الهندسية والقانونية والإدارية المتعلقة بالمخططات السكنية والمخصصة لأسال الشهداء والجرحة في عدن واتعرض اللغاء الذي ضم استشاريين بالشؤون القانونية والهندسية والتخطيط العمراني بالهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن ولحج ناقش آلية استكمال عمل وتجهيز المواقع والمخططات وفق قانون التخطيط المعمول به والقضايا والإشكاليات التي توجه سير التنفيذ مع بعض الجهات وكيفية وضع الحلول المناسبة لها وكدى الوكيل النوبة ضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لأسر الشهداء والجرحة والوفاء بالالتزامات الأساسية يتجاه مثم من توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في دعم ورعاية أسر الشهداء والجرحة وشدد الاجتماع على أهمية الطلاع الجميع بمعالجة غضايا مخططات أراضي أسر الشهداء والجرحة وتضافر القهود يتجاوز التحديات لما لها من أثر إيقابي في خدمة أسر الشهداء والجرحة بمختلف القوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ترجمة نانسي قنقر